فهنا معنى الإمام سلام الله عليه عندما يقول لا يضرنا ما صلينا وصبنا أي أن الوظائف الدينية من الإيمان العامل الصالح وترك المنكرات موجبة لطمأنينة الروح وصلاح المجتمع وهذه الأعمال لو كانت عبثا لكان تحملها بسبب احتمال وجود المبدأ والمعاد فلذلك أن هذه نتحمل مشاقها لأنه ولو نسبة ضئيلة تقول هناك مبدأ ومعاد إذن نتحمل حتى أنه ننجو من عذاب أعده الله لعاصيه ومن هم عتات من خلقه ولازم ذلك لأجل دفعي الشر وجلب الخير الذي لا حد له ومعنى قوله هو أين الأين أي أن الأين والكيفية عرضان هناك جوهر وعرض فهنا يقول الأين والكيفية عرضان والله خالق الجواهر والأعراض الله هو الذي خلق الجوهر والعرض فكيف يعقل اتصاف الخالق بخلقه والمخلوق لا يكون وصفا للخالق لا يمكن أن يكون المخلوق هو وصف للخالق لأنه الله هو الذي خلقه بهذه الهيئة كيف يكون مخلوق من هيئة تشبه خالقه لا يمكن ذلك حيث أن اتصاف الخالق بصفات الخلق استلزم احتياج الخالق إلى خلقه إذا الله جعلهم بصفاته يعني الخالق جعلهم بصفاته خلقه هنا يحتاج إلى هذا الخلق لأنه جعله بصفاته ولهذا لا يحد بالأين والكيف ولا يحس بحاسة ولا يقاس بشيء ومعنى قوله ويلك لما عجزت أن الذي يحصر الوجود بالمحسوس غافل يعني أي إنسان الآن يجعل الكون هذا كله ويحصره بالمحسوس هذا غافل ساذج قليل العقل وليس له نصيبون من العقل فهذا غافل عن الحس لأن الحس موجود ولكن ليس بمحسوس فالسمع مثلا موجود وليس بمسموع والبصر موجود وليس بمرئي الآن هل أنا أستطيع أن أرى بصري؟ لا أستطيع أن أرى أنه من أين يصدر هذا النور الذي أنا أرى به وكذلك هذا الصوت الذي يخصر من الأذن كيف أنا أحس به؟ أنا أسمع به لكن لا أحسه أي لا أرى معنى هنا الأحساس أنه لا أرى فالسمع مثلا موجود وليس بمسموع والبصر موجود وليس بمرئي والإنسان يدرك أن غير المتناهي غير محدود مع أن كل محسوس محدود وكم من الموجودات الذهنية والخارجية هي وراء الحس والمحسوس واغتر هذا الشخص بظنه أن الموجود منحصر في المحسوس يعني يظن أنه كل شيء موجود لا بد أن يكون محسوسا وهذا خلاف العقل أصلا والفضل فأنكر خالق الحس والمحسوس فهداه الإمام إلى أن خالق الحس والمحسوس والوهم والموهم والعقل والمعقول لا يحوي حس ولا وهم ولا عقل لأن كل قوة مدركة تحيط بما تدركه والخالق هو الذي يحيط بهذا الخلق فلا يمكن أن يكون خالق قوة الحس والوهم والعقل والمحيط بها واقعا في حيطة إدراكها فهنا يكون يستنجج أن المحيط محاطا وهذا لا يقول به عاقل لأنه هو الذي أحاط بكل هذا فكيف أنه هو من أحاط بهذا أن هذا المحيط به يكون هو محاطا به لا يمكن ثم لو كان الله جل وعلا محسوسا أو موهوما أو معقولا لا يحوي هذا الذهن لصار شبيها بما تدركه هذه القوة وشريكا له وجهة الاشتراك تسلزم جهة اختصاص فيكون وجوده مركبا والتركيب من صفات المخلوق لا صفات الخالق الله بسيط الحقيقة لا مركب فلو كان الله تعالى يحويه حس أو وهم أو عقل لكان مخلوقا لا خالقا ترجمة نانسي قنقر